كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجمع مباركة حديثنا أيها الأحباب الكرام اليوم عن موضوع دعائم الإسلام دعائم الإسلام انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صيحيحهما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وسوم رمضان لماذا هذا الحديث؟ لأنه في هذه الضرفية الأخيرة سمعنا هناك موجات لاعتناق الإسلام عدد كبير من الناس في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا وفي الصين بدأوا يبحثون عن الإسلام كلما وقعت أزمة سبحان الله كلما وقعت أزمة في المجتمع وتأذى فيها المسلمون وصبروا واحتسبوا إلا ويكون ذلك سببا في الفضول وحب الاستطلاع لغير المسلمين فينتبه أعداد كبير منهم إلى الدين ويعتنقون هذه هذه الديانة المباركة مثلا لما وقع إحرق المصحف مباشرة بعدها عدد كبير من الشباب ومن العلماء ومن المتقفين صاروا يبحثون عن ردود الأفعال التي قام بها المسلمون فإذا بهم يعتنقون الدين والضرفية الرهنة كما تعلمون هذه الحرب في الشرق الأوسط وهذه الأحداث المؤنمة أيضا جعلت الكثير يتساءل عن سر قوة المسلمين وصبرهم وأخلاقهم فبدأ الناس يسلمون وإن شاء الله تعالى سوف يتوسع هذا المد لأن النبي الكريم بشر به بشر بأن الدين هو لا يبقي بيت وبر ولا مضر إلا أدخله الله هذا الدين وقال إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها وهو سوف يبلغ الدين ما بلغ منها فإذا قدر لنا أن نلتقينا بإنسان يبحث عن الدين ويبحث عن الإسلام ماذا عسنا أن نقول له نقول له ما سوف أذكره لكم في هذه الحلقة أيها الأحباب الكرم سبب نزول أو ورود هذا الحديث أنه لما ظهر الدين المؤيد في مكة المكرمة والمدينة المنورة جاءت القبائل العربية تسأل عنه ما هو هذا الدين الذي بدأ في غار حراء في غار مظلم ثم صار ينتشر وصار يتمدد ما هو هذا الدين كل مرة كان النبي الكريم تأتيه وفود أو يأتيه بعض الناس أو يأتيه أعربي من ذلك مثلا ما روي أن رجلا من أهل نجد جاء ثائر الشعر منتفش الشعر ونسمع دويا صوته ولا نفقه ما يقول ثم دنى من النبي الكريم وقال يا محمد خبرني عن الإسلام خبرني عن الإسلام مثل هذا الحدث يتكرر دوما تأتي الوفود إما جماعات أو فرادة فيقولون يا محمد حدثنا عن الإسلام فربك عز وجل ألهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث قال حديثا جامعا فيه جواب لكل من أراد هذا السؤال قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا تعالوا بنا نحاول أن نفهم مضامين هذا الحديث بني الإسلام على خمس معنى هذا أن الإسلام هو بناء الإسلام مشغل دعوة إصلاحية مشغل فلسفة روحية هو بناء ضخم عظيم وهذا البناء وهذا البناء له قواعد متينة وله مبادئ راصخة لأنه منذ المنطلق هذا الدين أراد أن ينتشر في كل بقاع العالم هو لم يأتي لقوم محددين في زمن محدد هو منذ الانطلاق جاء للخلود وجاء صالح لكل زمان ومكان فهو دين عالمي بني الإسلام على خمس الإسلام ما هو الإسلام؟ هل هو شيء جديد؟ لا الإسلام هو ما جاء به موكب النور جميع الأنبياء وجميع المرسلين جاءوا بالإسلام لا نعتقد بأن أول من جاء به هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلا كل الأنبياء جاءوا بالإسلام إمام للأنبياء سيدنا إبراهيم الخليل كان يصي أبنائه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون وسيدنا موسى لما جمع اليهود قالوا إن هدنا إليك هدنا بمعنى اهتدينا إليك وسيدنا المسيح لما تكلم عن الحاوريين قال من أنصاري إلى الله قالوا نحن أنصار الله نصار دين الله فكل الأنبياء جاءوا للهداية ونصرة الدين وهو الإسلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كل الأنبياء قالوا هذا الكلام فجاء النسخة النهائية المنقحة العالمية هي ذي جاءت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو مهيم على كل الكتب المقدسة بني الإسلام على خمس خمس يعني هناك أركان أركان وهذا فيه معنى أن الدين فيه أصول كبيرة وفيه فروع لابد أن نستوعب هذا المنطق الدين ليس كله سواء هناك أصول الدين وهناك فروع الدين وهناك الشعائر الدين فلابد أن نفرق بينها وهذا علم مستقل يدرسه علماء الأصول وعلماء المقاصد الذين يتصدون للإجتهاد لكي يضعوا كل مسألة في محلها ولا يجمعون كل أحكم الدين في سلة واحدة فهذه الأصول هي جاءت في كل الأديان وجاء بكل الأنبياء أولها ما هي الشهادتان بني الإسلام على خمس أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي كلمة التوحيد هذا الشهادة العظيم في طرفين الطرف الأول لا إله إلا الله ما معناها أن تشهد بلسانك وتعتقد بجنانك أنه لهذا الوجود رب هذا الوجود لم يخلق صدفة ولست الطبيعة هي التي خلقته فالطبيعة صماء بكماء عجماء وهي مخلوقة فالوجود ليس أنه كان موجود منذ الأزل كما يعتقد بعض الملاحدة وبعض المفكري الغربيين قالوا منذ الأزل هو موجود أبدا لا بد له من بداية وبدايته مع الخالق فنحن نعتقد بأن هناك إله وهذا الإله هو وحده المتميز بصفات الكمال والمنزة عن صفات النقص والعيب وهو سبحانه وتعالى المستحق وحده للعبادة لا نرجو إلا الله لا ندعو إلا الله لا نتوكل إلا على الله فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود في هذا الوجود سوى الله فهذه إذا تبتت في القلب فزت ورب الكعبة لأن كلمة لا إله إلا الله هي سر الوجود وهي مفتاح الجنة وهي من قالها من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجابت له الجنة هكذا قال النبي الكريم ومن كان يعتقدها ويعمل بمقتضها تبته الله عند الموت عند الموت تقول قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله ولكن الذي لا يعتقد بها ما يمكن أنها لسانه ينطق بها ما يمكن أبدا ثم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بمعنى أنك تعتقد بأن البوابة للوصول إلى جلال الله وعظمة الله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوصول ما يسمى بالطرقية هناك طرق مؤدات إلى الله تعالى كل الطرق مسدودة إلى الله إلا طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعتقد بأنه هو النبي الذي اختاره الله تعالى خاتما للأنبياء والمرسلين لأن الأديان أخرى لا يعتقدون بنبوة سيدنا محمد يقولون بأنه ناقل وأنه سمع الإنجيل والتوراة وكان فصيح اللسان ونظم هذا القرآن وبالتالي يعتقدون بأنه أنه مدعي مع أن سيدنا المسيح كان يبشر به وكان كان يقول وأبشركم برسول ياتي من بعد اسمه أحمد بل سيدنا إبراهيم الخليل كان يدعو الله يقول ربنا وابعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفضال المبين كل الأنبياء بشعوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ليس نبي العرب هو نبي لليهود وللنصارى وللهندوس ولكل البشر في كل زمن ومكان ربنا قال قل يا محمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا لم يقل يا أيها العرب أو يا أهل مكة أو يا أهل الخليج قال يا أيها الناس كل الناس الصين والهند والباكستان والأمريكيون والأفارق وكل المخلوقات حتى الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والجن سمعوا النبي الكريم يقرأ القرآن فقالوا قلوا حيا إلي أنه استمع نطر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به فهو مبعوث للجميع هذا يقتضي أننا أننا نوقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيظهر في كل زمان قوم يتطولون على سنة النبي وينتقدونها ويأتون بمبررات بأنها ناقصة وأن نقلها وتدوينها وقع في خلل وحاشة وكل ربك عز وجل هو الذي حفظ الدين وحفظ القرآن وحفظ السنة وذي يقتضي أننا نتمسك بها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتخون الملاحظ أن النبي الكريم جعل الشهادتين ركن واحد قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعل ركن واحد بمعنى أن كل الأعمال لابد أن تتفق مع هذين الركنين الإخلاص لا إله إلا الله لإخلاص لله ومحمد رسول الله يعني أن يكون العمل موافقا لسنة النبي الكريم فأي عمل لا يتوافق مع النبي الكريم فهو مردود من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فبشر عز وجل يتقبل من العمل لابد من شرطين الإخلاص هو معنى لا إله إلا الله واتباع السنة هو معنى وأشهد أن محمد رسول الله ونحن نرد هذه الشهادة في الآذان وفي الصلاة وفي كل وقت وحين الركن الثاني ما هو الركن الثاني والصلاة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وإقامة الصلاة الصلاة هي فريضة عظيمة ربنا شرعها من فوق سبع سماوات شرعها في أعلى مقام لما وقع الإسراء والمعراج ووصل النبي الكريم إلى أعلى مقام كلمه ربه تكليما كما كلم موسى بن عمران وفرض عليه الصلاة هذه الصلاة هي الصلاة بين العبد وربه بها نحصل الزاد الروحي النفوس المتعطش لنور الله فالصلاة تنير القلب وتشرح الصدر وهي مفروضة على كل العباد لا يمكن للإنسان أن يبقى بغير صلاة ليس له عذر إذا لم يكن متوضع أو لم يجد الماء فليتيمم إذا كان مريض فليصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب إذا كان مسافر يصلي بالتقصير إذا كان مجاهد هناك صلاة الخوف ينقسم فرقتين فرقة صلي وفرقة حرس لا يمكن للإنسان أن يترك الصلاة إلا النساء عند الحيض وعند النفاس ولكن لا بد للجميع أن يصلي هذه الصلاة هي أول ما يحسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله والتمييز بين المسلمين وغير المسلمين بمن نميزهم بالصلاة الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر هكذا جاء في الحديث النبوي الصحيح يعني الأهد الذي بين المسلمين وأهل الكتاب وغيرهم من الأمم هي الصلاة فلهذا الإنسان لابد أن يقيمها وليس له عضر الرقم الثالث قال وإيتاء الزكاة فلابد للإنسان إذا أسلم وحسن إسلامه أن يؤدي الزكاة لماذا لماذا ربنا فرض هذه الأمور الصلاة هي ضمان لتجمع المسلمين ربنا أردنا أن نتجمع الوحدة الإسلامية لابد أن نكون متوحدين فرض عنا خمس مرات في اليوم في مسجد الحي وفرض الجمعة مرة في الأسبوع تقام في المدينة وأيضا فرض صلاة العيد في البلدة كلها لكي يبقى المسلمون مجتمعون لأن الإسلام هو ودي لجماعة يكون الناس مجتمعين ما نقولش كما يقول الغربيون لا نحن لا يأكل الذئب من الغنمي إلا القاصية لا بد أن نكون مجتمعين فليهذا في الصلاة نقول إهدنا الصراط المستقيم ولا نقول إهدني بل نقول إهدنا الزكاة أيضا لكي تبقى هذه الجماعة جماعة المسلمة المجتمع المسلم يبقى قوي لابد له من الجانب المالي لهذا ربنا فرض الزكاة هي عبادة مالية فرضها على العباد اللي همياء عندهم المال ووصلوا النصاب وقد قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فكل واحد إذا كان عنده المال لابد أن يعطيه الزكاة والزكاة هي الطغرة من البخل في النفوس وهي أيضا فيها إحسن إلى الخلق وفيها إعفاف للضعفاء من دل السؤال وفيها أيضا سدًا لحاجية المجتمع باش يبقى المجتمع المسلم اللي هو مصلي كالقاوه في الصف الأمامي ألقاوه كذلك في الزكاة متضامن ما كيش للفقر ما كيش لإحتياج وأي تعطيل لنظام الزكاة هو تعطيل لمبادئ الدين وهو خلل سيكون في المجتمع وهذا ما نلاحظه حاليا لذا ربنا خوفنا وتوعدنا من ترك الزكاة فقال لنا بأن من يبخل عن أداء الزكاة هناك عقاب في الدنيا وفي الآخرة في الآخرة قالوا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ثم قالوا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة هذا في يوم القيامة هناك سؤال وفي الدنيا محق البركة محق البركة المال موجود وكل شيء كيتشكا وكل شيء كيبكي لأن المال قليل وكل يتمنى أن تتدخل العناية الإلهية في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما منع الناس الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر يعني المطر الغيط يحبس بسبب عدم الزكاة فربنا عز وجل أرد أن تكون هذه الزكاة لكي تبقى المجتمع المسلم يبقى مجتمع متكافل متضامن وحدد لنا من يعطيها قالنا إنما الصدقات لمن للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل الأصناف الثمانية بشي بقى المجتمع بعيد عن الفقر بعيد عن الحاجة هذا هو التكافر الاجتماعي الحقيقي الذي ينبغي أن تتبنى الحكومات لكي نخرج من دائرة الفقر الرقم الرابع ما هو هو صيام رمضان صيام رمضان لماذا؟ لأن المجتمع إذا اتفق على أنه يأكل في وقت واحد ويمسك عن الطعام في وقت واحد غد يبقى وحد وحد تواصل روحي بين أفراد المجتمع فرمضان هو موسم الناس كلهم يصير عندهم تشكيل للفكر فكر واحد وتوجه تربوي واحد وهذا الصيام هو فيه أن الإنسان يجدد عهده مع الله تعالى ويتوب إليه والناس يجتمعون في التراويح ويتضامنون بقفة رمضان فيقع وحد تجمع روحي وفكري وتربوي بين الناس هذا الصيام هذا الصيام أيضا ليس كل شيء يصوموا ربي عز وجل لا أعفى المريض وأعفى أصحاب الأعضار كما في الزكاة الزكاة لا يؤديها الجميع يؤدي فقط الأغنية أما من كان فقير أو لا نصاب له فهذا ما يخلص الزكاة ثم جعل الرقم الخامس والأخير هو الحج حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا هذا مؤتمرون عالمي الحج أراده الله تعالى أن المجتمع المسلم يجتمع كل مرة في السنة يجتمع الجميع جميع الدول وجميع الأقاليم وجميع الجهات تتجمع في أرض واحدة لماذا؟ ليكون مؤتمر شعبي ليس فيه القادة فقط في حتى أبناء الشعب يجتمعون لماذا؟ ليعبدون الله تعالى وفي نفس الوقت أنهم ينتفعون ببركات هذا الحج ويتدولون شؤون أمورهم كأنه مؤتمر عالمي يطرحون مشاكل الأمة ويبحثون عن الحلول البديلة فهذه أيها الأحبة الكرام هي الدعائم دعائم الإسلام من أراد ويسأل أول مرة أراد أن يدخل إلى الدين نقول له يا سيدي الدين كبير وعظيم وجليل ولكن هناك دعائم هي خمسة لا بد أن تلتزم بها لتسمى مسلما وطبعا هذه الخمسة مشيء كل الدين لأن الدين فيه مجموعة كبيرة من الأحكام وفيه مجموعة كبيرة من الشعائر وفيه الأمور كثيرة من الأشياء التي هي كلها تدخل في الدين لكن الخمسة هي الدعائم الأساسية فالدين فيه شعب شعب وأحكام جزئية وكلما زاد المؤمن في اليقين كلما زاد في هذه العبادات هذا باختصار أيها الأحباب الكرام هو جوهر الدين وعمق الدين لا بد أننا نجدد إيماننا كل مرة بأن هذه البديهيات قد ننساها في خضم هذه الحياة أبناؤنا وبناتنا عليهم أن يتعلموها أحبابنا اللي مفل خارج ناس في الخارج في أوروبا في أمريكا نتواصل معهم إذا أردنا أن نبين لهم الدين هذا هو الأساس يعني لدى التغير الأساس فزت ورب الكعبة واحد الأعرابي قال لي يا رسول الله إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنم حلسوا الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وعججت البيت هل أدخل الجنة قال لي نعم دخلت الجنة قال وغفر الله لي ما تقدم غفر الله لك ما تقدم فقال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة فقال النبي الكريم صدق هذا وفاز إن صدق فنسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين اللهم أمين اللهم أمين يا ربي يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل نواصل هذا اللقاء يسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88 0-0-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 0-5-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات نبدأها من إقليم تمارا معنا للا نجات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته الله يبث فيك للا الله يجزيك بالخير على هذه الدروس التي تعطينا الله يجزيك بالخير حفظك الله براعك إلي بغيت بالنسبة للمسألة هذه ديال الناس التي تعطينا نقل إسلام عندنا واحد سيدة زوج بها أول دختي وهي من بره أصلها من إيطاليا وقتسكون حياتها كل بلجيقة نعم وتزوج بها وجدت هنا المغرب عندنا ناد وإعتام قتل إسلام في المسجد هذا المسجد المجلس العلمي والحمد لله هاتف ده بقى مستمر لحد ديالآن هي عند ثلاثة لوليدات عند إسماعيل إسحاق جانا تبارك الله وده بل حد ديالآن هذا كتبكي دائما بعد كتسمع القرآن وقد تأسف لأن عند أخوها صغير مات بأكسيدان هو ميشو مسلم وتتقول لنا كيفاش ندعمها لأنها غادي تحرق بالعافية وغادي هدي المهم واحد الإنسان سبحان الله كيفاش قلبها طيب وحنينها بزر سبحان الله وده با هي اللي حد ديالآن تجي عندنا ولا شاف تغيش حد غي يجي نحن تغطينا سيئة كتمشي تجري وتغطي أراسها بس ما بش ما يشوفها الشي حد رحة هريانة وكتمنى أنها غادي تمشي بغادي رامرة ومني كتبغي تردع ولدها ولا شا حاجة كتبدا تقول بسم الله وكتقول خالاتي شوفوا ولا بغي تتوكلوا شا حد من أولادي أبدأوا تقولي بسم الله لدرجة أنا الولد ديالها اللي هذا عنده كاتخان تبارك الله تواكي حد تسجادة وكي يرغم على خالاته أم خالات أمه تقول لهم قلتوا تصليوا وقولوا الحمد لله لعنا تربوا على هاد المسألة غير المسألة اللي كتبتحك في قلبي أنا وهو أن ما زال ثلاثة المرات قول جزء المرات كتولد وكي يكون عندها رمضان أنها كتتردع وكتردع عامين ما كتنقسم مرادة عانيائيا ومثما بشتردع رمضان كي يجيها تيجيها صعيب هذا هو اللي كان حسبي بأننا قاف عليها احنا ما بغي نغير نزيروا عليها بش من نفروهاش في الدين ولكن غير الأسنون اللي قدروا نصحوا به الزوج دي على بش ما يزيرش عليها هو تقول أخي تحجبه تقدري الفولار تقدري هادي وبحالة رغي يزير عليها بزاف سنقول لي سير معها شوية بش بيحتدر بش ما تعرفش بأن الإسلام ره الصعب والإسلام قاسح عليها وذلك شي حاول مدام أنا غادي معك تدريتم وكتبغي تسمع القرآن وكتبكي إلي سمعت شي تجويد سبحان الله ماشي كتمثل وإنما راه على اقتناع في الإسلام ديالها لابا هالدرس لأفكي إن الله يزيك بي خير بغيتك تقول لي يتوجهني راه الأخت ديالي لي كتسجل باش غادي يرسلوا الزوج ديالها ويسير معها شوية شوية حتى تتولي تصوم إن شاء الله حتى تتولي تقد بأنها تعود ذك بحالة دابا عندها شهرين كل الولدة كان عندها فرمادان أشنو الحل لدير الله يزيك بي خير بارك الله وفيك الشريفة الله يطول عمرك وتقبل الله من الجميع وهنيئا لهذه الأخت بشرى لها الحمد لله العدد المسلمين يزداد على إتر كل أزمة ربما تمر بها الأمة الإسلامية تكون فاتحة خير على عدد كبن الناس الحمد لله هذه نعمة كبيرة أولا نقول بأن الدين الإسلامي هو يسر هكذا عرفه معلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فدائما إذا نبشر ولا نعسر نعطي بأن الإنسان يبدأ بها الدعائم الخمسة اللي قلناها الدعائم الخمسة سهلة لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادتان ثم إقام الصلاة وهي سهلة الصلاة هي عبادة فدقائق وكل شيء يصلي رح تله هندوس والبوديون يصليوا ولكن ليس لله لآله أخرى يتصورونها حتى اليابان اللي تكنولوجيا عالية كيسجدوا لبودا وفي الصين اللي عظيمة عندهم ساد هارتا هذه كل لغة كوفوشيوس منوشيوس هذه آلهة اللي هي أساطير قديمة جدا نحن عندنا الدين الحق والخالق المعبود سبحانه وتعالى نسجد له أما البقية دي الأحكام فهي اللي عنده شيء عذر ربي لا يكلفه شيئا مثلا الصيام مش يكون شيء منس يصومون هناك أصحاب الأعذار شرعية المرأة عند المحيد لا تصوم الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم لا يصوم الرجل الشيخ الهرم المرأة كبيرة لا يصوم إلى إذاك المريض يخشى على نفسه الأهلك لا يصوم المرأة الحامل لا تصوم المرأة المرضع لا تصوم المرأة النفسة لا تصوم المسافر مسافة القصر لا يصوم هذا كلهم كنت تسموا أصحاب الأعذار الشرعية أربقا لهم فعدة من أيام أخر لنحتاج تسهلك الأمور وتعود بخير ولا خير وبصحة وعافية تصوم حذب هذه السيدة يتوافق حملها مع رمضان ستفطر واجب تفطر لأنه عندها جانين وعندها راضية ستفطر وأربقا لها فائدة من أيام أخر إذا ما كان تشهد السنة السنة المقبلة أو السنة اللي بعدها الوقت تشعر بأنها بأنها مرتاحة ولا تصوم شهرا بكامله هتقطعوا هتصوم كل إثنين أو كل خميس أو تصوم الأيام البيض على حسب لا يستطاعها أو تختار الأيام اللي كيكون فيها النهر قصير والليل طويل غيش يخفيف وكيكون الحال بارد ما كيلا عطاش ولا تعب لنا ربي قالك اللي اخترتهم زيام فعدة من أيام أخر ولكن كان إنسان ما عنده قدرة للصيام أنا دا كيخرج الفترة كيخرج الإفطار اللي هو الفدية هذا اللي ما قدرسي صوم أما اللي قدرسي صوم خصوصي صوم وهذا السيدة الآن دبه هي كانت على دينا أخرى أسرة مسلمة لا نكلفها فوق ما تطق يكفي أنها قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله ونزد نقنعها بأن إلا كنت تآمن بسيدنا عيسى لأنكت مسيحية رأى المسيحية في القرآن القرآن الكريم بداخله كنا المسيحية ولكنت يهودية رأى القرآن الكريم بداخله كنا اليهودية يعني كل الأصول للأهل الكتاب موجودة في القرآن العظيم سيدنا موسى مثلا دكرة في القرآن 134 مرة دكرة وقومه يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا موسى يا موسى كثير وسيدنا إيسى دكرة كثير من 27 مرة يا إيسى يا بن مريم المسيح دكرة كثير وسيدنا محمد دكرة أربع مرات ولكن الخطاب كل موجه إليه صلى الله عليه وسلم فمليك يبغي شي واحد مسيح ما تنسلم كنقل يقول الشهادة كنزيد على واحد العبارة كنقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى روح الله كنزيدها كنزيدها معاه بشعر بأنه ماشي إن سلخ عن دينه راك يعتقد بسيدنا إيسى لكن القرآن يصحح عيسى ليس إله وإنما هو النبي معجزة وكذلك هذه الأمور سأنا نتكلم فيها في الحلقة المقبلة نحن مقبلة على رأسنا الميلادية ستكون مناسبة للحديث عن الأدية الأخرى عن المسيحية واليهودية والتاريخ كيف اشتبلوا وراء هذه الأحكام والتصورات ونقم بتصحيحها من خلال القرآن العظيم والمعطيات العلمية التاريخية فكنا نريد أن نقول لك الشريفة زوجة سيدة لا لا يحاول شي يضغط عليها حبب لها الإيمان وخلت مشي تدريجيا عندما يسمى بسنة التدرج أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أول ما نزل من المفصل من القرآن نزل التذكير بالإيمان وباليقين نزلوا الأخبار للأنبياء والمرسلين والبعث والنشور والقيامة ما كيش الأحكام ما كيش التزامات بالأحكام تقريبا 13 سنة القرآن المكي وهو يبني العقيدة يبني النفوس يبني الإيمان فلما أجروا من مكة إلى المدينة عاد نزل الوحي من لكي عمر القلب الإيمان الناس همكي سولو همكي سولو فينا والحرام والحلال بغن نعرف الحرام والحلال ففي القرآن الكريم نزلت ويسألونك 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 ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك عن اليتامة ويسألونك عن المحيد قل هو أدا ويسألونك عن الأهلة أسئلة كثيرة الناس يسولو حتى الخمر ويسألونك عن الخمر والميسير مجل في اللو الحرام هو شحنهم بالإيمان واليقين وحد اللحظة هم من تلقاء أنفسهم قالوا إيماننا ويقيننا لا يلتقي مع هذا حتى الحجاب منك يمتلع القلب بالإيمان ديك الساعة المرأة بدون شعور كتلتازم بالحشماء وكتلتازم بالحجاب وغيرها فخلي الأمور تجي تامرة تامرة وانتكت زرع كتزرع الإيمان كتشحن كدر حل البطارية وبعد ذلك النفس البشرية تتوقع إلى ربها وإلى العمل الصالح فأسأل الله أن يتقبل من هذه السيدة وأن يكثر أهل الإسلام واليقين في كل مقام وأن ينصر الله هذا الدين وأن يتم نوره ولو كره المشركون نواصل أيها الأحباب الكرام واللحظة سنمشي إلى مكناس مع نالا لا سوميا ولدي الصيد طيب السلام عليكم وعليكم السلام جمعه مباركة وتشكرتي للمستقبلة المكالمات نعم الله يخليك عندي واحد جوج الأسئلة بالنسبة للزاكت نعم عندي واحد إبل الأخت ديالي سلفته واحد القدر يعني مشي قليل ديال هادي ولكن يعني معدني أنه غدي فاشي زي ما يكون يسهل عليها الله بدك شي غدي يرجعهم لي هذا من الجهة بغيت نسهولك يعني واش غدي نزكي فيهم هاد العام لأنه عاد حادث ما زال ما نعم يلا سلفتهم نعم ثم عندي واحد صديقة ديالي الله يرحمها كنت مسلفها واحد القدر ديال الفلس مشي بق مشي قليلا احتهي ما وصلت للنسب ولكن خات صغيش شوية للنسب نعم خات صغيش شوية لجوج ديال المليون نعم ودب العائلة ديالها حتى وحد ما وكان توصات انا كنت تقول لي راه بنتي راه عارفها ودب ان شاء الله ما تخافيش غد تعطيك وغديلك ولكن دبا في الحقيقة عيد نعيد على ابنتها دبا في الحقيقة بنتها ما بقى تقعد تجاوبني دبا وانا ما نكتبش عليك ولدي الطيب راني ما سمحت شي بقلبي لأن كان عندها منين غدي تعطيني من غدي ترجع لي هاد الشي ديالي واللي بغيت نسهولك واش دبا هاد اللي قد رحتها هو نخرج عليه نعم نخرج عليه شي حاجة واخذ يعني واش نزكي فيه وخلا سميا الله وجزكم الله بخيرا تقبل الله لا سميا الله جزبي ألف خير شكرا لك للا سميا لست المؤمن كي سولى لأحكم الزكا يعلم بأنه فعلا صادق الإيمان وصادق اليقين لماذا لأن الزكا مرتبطة بالمال والإنسان من طبعه يحب المال يحبون المال حبا جمع قليل اللي هو عنده هاد النعمة لأنه يحب العطاء لأن البشرية هكذا خلقهم الله تعالى فجوابنا لسؤالك الفقهي للا سميا هذا إبن الأخت انت سلفته كتسولي واش نخرجي الزكا من ذلك المال دي يا لولا لا السلاف يقول لك العلماء إلا إلاك أنت متيقن عندك يقين بأنه غد يرد لك فلوسك من لك يبلغ النصاب ويمر عليه بالحول كنخرج زكا ومباقين عنده وكان نحسبهم كأنني خضيتهم إلا كان عندي يقين أنني غدين نخضهم أما إذا كان عندي شك واش غد يعطيهم لي في الوقت ولا احتوي وغير يقول لي را عندي وحد العذر ورا عندي وحد حاجة مكتشب محتسبة جتني شي ضروف صعبة فنقلك العلماء لا تزكي عليهم حتى تمسكهم بيدك مليت شدهم بين يديك عادك الساعة كتتخرج فيهم الزكا ما حدوك أنت مسلفهم فأنت معفيون من الزكا هم لا يشتغلوا في عمل صالح إلا كان ندئب الأخت من الفقاراء ومن الضعفة يعني كان نحسب الزكا ليه هو مثلا عطيه شوش المليون غنقل مثلا غنق تطع واحد القدر دير الملجي الزكا لصالحي هو هو أولى أولى من الغريب لأن دمك دمك و لحمك الرحم ديالك هو إلا إلاطتي الزكا وكان فقير ومحتاج عندك أجران أجر الصدقات وأجر القربة وطبعا يكونوا فيهم من الأصناف الثمانية لذكرناهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل بن السبيل يكون من الأصناف الثمانية من المحتاجين مش يكون توا عندهم نعطيه إلا كان مستور وعطيته لكي نكون خالفت أمر الزكا نعطيها للفقير المحتاج له فعلا حقا محتاج هالسيدة اللي أعطيتها وتوفت هو كان عليها أن توصي لأن من الأسباب التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة بشدة هو أنه إلا كان عنده ديون حتى إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا جاءه بجنازة بشي صلى عليها كي سول هل عليها دين إلا قالوا عليها دين كي قل صلوا على صاحبكم أو صلوا على صاحبتكم لأن ما بشي صلعني لأن ما بشي خوفنا اللي عنده شي حقوق سوئة ديها يعجل يعجل ما تبقى تتلكى دين من بعد ما تعرف الحياة قصيرة ربما قد يباغتك الموت إن يتيكم إلا بغتا دب هات السيدة رحمها الله تعالى كان عليها أن توصي أبناءها أو تدير وصية وصية كتابتان أو غير أوديو دب الان وقع الذي وقع الله سبحانه وتعالى هو يعوضك إحنا دائما عندنا واحد القاعدة من كيش الخسارة اللي أعطيتيها رأطيتيها واللي خضيتيها رأيك خضيتيها واللي مشات لك يعوض مولنا الله تعالى عنده قانون تعوضات الإلهية فهذا السيدة إلا قد تتسامحها وطلبي الله سبحانه وتعالى يعوضك فيها إلا ما بغشت تسامحها أرى ممكن تحتسبي تقولي مثلا عندي واحد عشرين ألف درهم مثلا هاي عندي خارجة عند السيدة لمن خرج الزكاة نقطع عاملنا لأن الزكاة كل واحد فينا فقه نفسه ممكن يقطع ممكن يزيد ممكن ينقص المهم أنها تخرج وتعطى لمن يستحقها ممكن تقولي هذا المبلغ نعتبره أنا من باب الزكاة بحل هذا العام أتخرجي مثلا عشر مليون أو أتخرجي منها مثلا خمسة ألف درهم هتقول هاي خمسة ألف درهم بعد رأي أنا معفية منها حتى تعطيتك السيدة صدقة عليها ورحمة عليها ممكن تفعلها كذا بشي تطيب نفسك وتأكد سيدة الفاضلة بأنك في جميع الحالات أنت رابحة إذا سمحتي رابحة إذا طلبت بحقك فأنت لست بخاطئة وربك عز وجل يعوضك بالكثير بإذن الله تعالى هذا المبلغ هذا السيدة اللي تتباقي مبلغش النصاب لا يلزمك لأن من من الإلزام في الزكاة أن يبلغ النصاب والنصاب كيطلع وكينزل اللي هو 83 جرام دي الدهب حتى الدهب مرة كيطلع مرة كينزل كنشوفهم الدهب شحل الجرام غادي قلنا شحل الجرام حنا غنضربوها في 83 الحاصل هو نصاب الزكاة خاص يكون النصاب ثم يمر عليه الحول يعني عام بكامله ودهك المبلغ محطوط بين يدي وانا لست محتاج إليه ثم بعد ذلك يكون خالي من الديون منكوش عندي ديون إلا عندي شي ديون نعطي الحقوق الأصحاب أولا عاد نفكر في الزكاة نتخلص من الديون ثم يكون ملكا خاصا لي وحدي معلش فيه شريك وربك عز وجل يتقبل منا ومينكم الله يعطيك الخير البركة للسومية وزدك الله من فضله ومن نعيمه وهذه الأركان أيها الأحباب الكرام هي كما ذكرنا هي الدعائم الشهادتان إقامة الصلاة إيثاء الزكاة سوم رمضان حج بيتي الله الحرام هذه الدعائم للإسلام اللي عنده هذه الدعائم رأى لسي باسي لسفاغ يعني هذا رأى عنده الإسلام الحقيقي حينما نبشر الآخرون الآخرين نبشرهم بالدين نعطوهم الأصول للدين أولا ومن البد خليهم هما يقلبوا على الفروع هما هما غد يقول لك دي سول على التفاصيل دي الصلاة دي الوضو دي الرقوع دي السجود دي اللباس دي الطعام دي الزيارة العائلية التفاصيل هي الإنسان خليه هو يبحث عليها أنت الدور دي لك تقوم بعمل الشحن كتشحنه في قلبه مش كما يقول بعض هناك الربوبية والألوهية كان بعض الفئات كدروا غير التبليغ وكين تقضوا من الآخرين يقول هؤلاء كيحيوا الربوبية وكيعطوا الألوهية وليس كذلك مسألة تعليمية بالتدرج كان بدأوا في الأول بالألوهية الله رب كل شيء هو الذي خلقنا هو الذي أنعم علينا بالنعم وهو يرانا ويراقبنا وإذا أخطأنا يغفر لنا وخلق الوجود من أجلنا وسمى نفسه الستار من أجل أن نحن المذنبين سمى نفسه الغفار وسمى نفسه القهار من أجل الآخرين الذين يظلموننا هذا كتسم الربوبية تنشحل الإنسان بالإيمان ومن بعد كتجي الألوهية الألوهية الأحكام الشرعية ماذا شرع الله تعالى ماذا حرم الله تعالى ماذا أباح الله تعالى الأحكام الشرعية المعروفة في الفقه الحلال والحرام هذا الإنسان هو بطبعه من اللي يتشحن بالإيمان هو ما يقبلش للحرام يبدو يسول على هذا التفاصيل وبذلك ينمو المجتمع المسلم نموا سليما ونموا مباركا وهذا اللي غد يوقع بإذن الله يعني هذه الأحداث المؤلمة اللي احنا كنا نعيشوها للحظة لا نيأس بالعكس ربما نخطو خطوة إلى الوراء لكي نتقدم عشرة إلى الأمام وكما يقال رب دارة نافعة رب دارة نافعة وهذه الأزمة لكي نتكشف في الحديث النبوي الشريف وفي ذلك يقول اشتدي أزمة تنفرج أسأل الله تعالى العلي القدير أن يفرج عنا وعنكم أجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم زينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم يا أرحم الراحمين احفظ هذا البلد الأمين وسائر بلاد المسلمين اجعل بلدنا آمنا مطمئنا اجعل فيه الأمن والأمان والسلم والسلام اللهم كتر خيراتنا اللهم رخص أسعارنا اللهم أمن أوطاننا اللهم احفظنا بحفظك أختنا للا مريم معنا في الإدعاء كتقول لي بغي تجسد المستمعين وحد دعودي الخير للا مريم مسؤولة كبيرة في الإدعاء منذ أن عرفناها والقلب الطاهر ودائما الابتسامة الطيبة وتقدم المساعدة لكل من طالبها منها اللهم يا ربي أختنا مريم اللهم على الدراجات ديالها اللهم يا ربي احفظ لها زوجها وأولادها اللهم اجمع شملاء عائلتها اللهم يا ربي اجعلها مباركة في كل وقت وحيم وهذه الإخوة اللهم معنا الآن كشفوا فينا كلهم وحد مجموعة دي العمال ودي الموظفين ودي الإعلاميين أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ويبارك في الجميع ويرفع درجات الجميع إنه سميع قريب مجيب وانطلب الله تعالى يديم علينا نعمة الإيمان ونعمة الصحة ونعمة اليقين وأن يرزقنا رزقا حسنا وأن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن يختم لنا بالحسنة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربي كل من عنده حاجة في قلبه ونفسه وضميره اللهم عجل له بالفرج يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى يا ربي إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم حاجاتنا فاقدها وتعلم أعداءنا فاكفن شرهم اللهم يا ربك ما جمعتنا على أثير هذه الإداعة المباركة إداعة ميد راديو اجمعنا قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي مينا ومزدلفة ويوم القيامة اجمعنا في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين في جنات النعيم قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة